إذن هذا المحور من عجلون وتحديدا منطقة محبوب في المحافظة حيث يطالب قاطنيها من عدم تعبيد الطريق طبعا قبل أن نستمع إلى أثر ذلك على المواطنين وتحديدا بأن البيس كورس كما نرى هو ما يملأ هذا الشارع فيؤثر عليهم صيفا وشتاءا تواصلنا مع وزارة الأشغال وأكدت بأن هذه الأرض هي أرض زراعية مملوكة لمواطنين وهي خارج إطار تخصصها سنناقش هذا لكن بعد أن نعرف ما هي المشكلة التي يعاني منها المواطنين ومن ثم نحود منطقة محبوب هذه المنطقة الجميلة التي تقع بين سلسلة من الجبال الخضراء في الرقعة الحرجية الأكبر في محافظة عجلون هذه المنطقة اليوم يعاني قاطنيها والمزارعي وأصحاب المشاريع السياحية أيضا من طريق بطول كيلو متر واحد أصبحت عائقا أمامهم مما استدعاهم إلى فرشها بمادة البس كورس على حسابهم على إثر تقاطع هذا الطريق بين الدوائر الحكومية والرسمية أنا عندي قطعة الأرض اشتريتها قبل ثلاثين سنين يمكن وبدايت أشتغل فيها وكانت الطريق ضيقة جدا وأرضيتها عبارة عن إحجار يعني أرض طريقة قديمة يعني مش مش جديدة ولا إلى تسهيل ولا إشي قبل سنتين جبنا بيس كورس على حساب المواطنين على حسابنا إحنا يعني كل مواطن جاب قلاب كبير 12 متر وحطينا وجبنا آلية وفردته على حسابنا لكن يعني سرعان يعني ما غطى نصف المطلوب فاضطرينا السنة السنة قبل ثلاث شهور اضطرينا نعيد الكرة مرة ثانية نعمل سماكها أكثر دل بيس كورس الأشغال ما جاوبوا والبلدية ما جاوبت يعني هاي الطريق من مش جديد قديمة طريق هاي اللي هاكثر من عشرين سنة وصحاب المزارع اللي هون وصحاب الوليساكنين هون بيطالبوا فيها مشان تجفيتها مشان توسيعتها ولا حياته تنادي يعني براجعوا وقديش ركضوا عمنا بيها يحطوا بيها بس يكوارس اللي تجدرش مكسيح يعني ندعيها شارع كل ياته مكسر بالشتوية بتلاقي المية مجمعها بالاجور جابوا أول مرة بحدود ثمان قلبات وفردناهن وبس اشتاد دنيا خراحل مع الميات وأولا مس برضا بوحمد ما قصرش جمع جاب بيجي حوالي 12 قلب ومع تبعات سيارة الأشغال فردوهن بس ترجع تنزل بصير الجوار منذ خمسة أعوام قام أحد أبناء المنطقة بإنشاء مشروع سياحي يعتاش هو وأبنائه منه ولتشجيع السياحة أيضا في المنطقة إلا أنه تفاجأ بعد إنهائه بأن جميع الوعود التي تلقاها بخصوص هذا الطريق لم تنفذ على أرض الواقع الطريق هاي من خمس سنوات من لما بلشت بالمنشأة وأنا بركض فيها لما أنزفتها الآن قانون الأشغال بيقول لك هي ثلاث متر لا بشملها لا شق ولا تعبيد ولا صيانة بالتالي أنا لما عملت المشروع من البداية وعدونا إنه لما يكتمل مشروعك البني التحتي رح نأمل لك إياها ورح نأهلك طريق هاي الآن أنا بسطدم مع كل الدوائر الحكومية الآن بيقول لك القانون بسمحش عن المحافظ بيقول لك من الشغل على البلدية كذلك الأمر الآن هاي كله معظم الشغل اللي أنتوا شايفين واشتغلنا كل هاته على حسابنا رامل على حسابنا الرك على حسابنا ولما بتيجي الشتوية الآن كل هاته هذا بضع كل هاته هبان منثورا الآن إحنا يعني أصبحنا متضرري منطقة سياحية وبيجيني باصات سياحية ومسجلي عن خارطة سياحية بنواجه مشاهد كثير السائح لما باصل بصير صيح ما برجعش عندي مرة ثانية أصحاب الباصات بطل يفوتوا لعندي وبالشتوية صار من المستحيل أنه أي حافلة تفوت فإحنا منترجى من جميع المسؤولين أنهم مساعدون أن يضروا لهذا الطريق تكلفة باهظة على المجارعين والقاطنين وأصحاب المشاريع السياحية في منطقة محبوب جراء شراء مادة البسكورس وفرشها في هذا الطريق الذي كان من المفترض أن يعبد منذ خمسة سنوات وإلى غاية هذه اللحظة لا تزال المعاناة مستمرة من منطقة محبوب في محافظة عجلون صاحب المؤمن رؤيا إذن ننتقل مباشرة إلى رئيس مجلس المحافظة سيد عمر المؤمن يعطيك ألف عفية بداية استمعنا بالتفصيل إلى المشكلة وأراء المواطنين تواصلنا مع وزارة الأشغال وقالت بأن هذا الشارع ليس ضمن تخصصها لأنه هو أرض زراعية مملوكة لمواطنين تفضل أولا هي اختصاص وزارة الأشغال يعني صراحة قبل كل شيء المناطق الخارجية تنظيم اختصاص وزارة الأشغال ولكن أنا قبل سنتين كان في عندنا مشكلة بالطرق الزراعية بشكل عام أنه ما بتنفتح طريق إلا إذا كان ست متر تعدى القانون وصار يسمح بالثماني متر والعشر والأربع عشر ولكن الطرق اللي أقل من ست متر ثلاثة متر وأربع متر قانون وزارة الأشغال بتمنع أنك تفتح طريق الطريق اللي بيحكي عنها الأخ زيتون إحنا زرناها وراح إحنا وياعنا مدير عطوة مدير الأشغال ونفس الأخ زيتون قابل معالي وزير الأشغال في أحد زياراته بهذه الخصوص ولكن أنا بدي أحكي بصراحة عندما زار مجلس الوزراء لمحافظة عجون قبل أربع عشر يوم تكلمت عن هذا الموضوع أمام مجلس الوزراء كامل أنه إحنا في عجون طبيعية جغرافية صعبة من زي الأرض السهلة في مراطق صحراوية يتمشي عليها بدون زبتة أصلا في مراطق سهلة لكن هاي الطريق بشكل عام وبعض الطرق اللي في عجون تحتاج إلى عادة تغيير في القانون والأنظمة أنا طلبت منه أنه ثلاثة متر نأخذ خصوصية لعجون عجون بالذات المحافظة لأنه فيه شجر فيه صخر فيه كربات فيه منعطبات وخاصة في الشتوية إحنا طلبنا أنه نقدر نزبت الشارع حتى لو كان ثلاثة متر أو أربع متر فيه قلابات صغيرة فيه مداعجة صغيرة إحنا نقدر ننبذها ولكن هذا بتطلب أنه وزارة الأشغال مع رئاسة الوزراء تأخذ قرار جدي وتعمل خصوصية لعجون عجون تحتاج إلى خصوصية وخاصة أنه عجون الآن مقبل على على السياحة بشكل عام العربية والعالمي والمحلية وكل بارف الأزمي اللي صارت فيه عجون الموقع اللي بيحكي عنه الأخ زيدون إحنا شفنا الباصات بتوقف على بعد 2 كيلو وبجيبوا سيارات وبحملوا الركاب وبدولوا للمنتجع وبرجعوا مش شغلة مش حضرية إحنا الطريق للأشغال بيحكونا الحاليا بالنسبة للمنتجع والمناطق المحيطة فيه أنه هذه الطريق في قسم منها غير مرسم في الطريق الرئيسي إلى أن إحنا صراحة حتى نطلع من الموضوع بدها يعادة ترسيم بالطريق رقم واحد واثنين الطرق الآن 3 متر يعني إذا ما خدنا خصوصية واستثناء لابد من عادة ترسيمها أو ترسيمها 6 متر وهذا بتطلب أن المواطنين يقدموا استدعاء والأشغال إذا كانت تتعدلت عن طريق اللجنة وإيه وهندسة بلديات تتعدل الطريق إلى 6 متر بتطلب أنه المواطن يضحي من أرضه من هون ومن هون ممكن تزبط إذا ما فيه استثناء بدهم المواطنين يعملوا يعني لا مانع من أخذ متر ونص عن يمين ومتر ونص عن يسار والصيد طريقي إلى 4 متر أو 3 متر أو 6 متر هيك القانون إحنا كامل جنس وحابضة من خصص الطرق الزراعية كل سنة مع معدل مليون دينار لكافة مناطق عجون وستعدين نزيد الكمية ولكن في خصوصي إلى طريق 3 متر الأشغال مبزف بالتاش شكرا وصلت الصورة بالكامل كل شكر لك سيد عمر المومني رئيس مجلس محافظة عجلون إذن استمعنا إلى رد المجلس المحافظة وننتظر رد الأشغال بعد كل ما وضحه لنا السيد عمر إلى هنا انتهت حلقة اليوم من برنامج من هنا نبدأ نلقاكم غدا في نفس التوقيت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر